اكدت سعادة السيدة امنى بن تحمد الرميح وزيرة الاسكان والتقليط الامراني ان العمل يجري حاليا على استكمال المخططات ونماذج التطوير في مشروع تطوير مدينة المحرق بهدف الشروع في تنفيذ الاعمال الانشائية والتطويرية في القريب العاجل مشيرة سعادته الى ان المشروع يسير وفق الجدول الزمني الموضوع له موضحة بان هناك تنسيق مستمرا من قبل الجهات الحكومية المكلفة بتنفيذ المشروع انفاذا للامر الملكي السامي بالمحافظة على الهوية التاريخية والثقافية لمباني ومدن البحرين وتنفيذا لتوجيهات سمول العهد رئيس مجلس الوزراء بتفعيل الخطة التنفيذية الخاصة بالمحافظة على الهوية التاريخية والثقافية لمباني ومدن مملكة البحرين وبينت الوزيرة بانه صدر عدد من دفعات استملاك العقارات الواقعة في نطاق مناطق التطوير بالمشروع مشيرة لان المرحلة الاولى من المشروع تتضمن انشاء وترميم 300 وحدة سكنية بالاضافة الى تطوير خدمات البنية التحتية وذكرت الوزيرة ان مسار مشاريع برنامج حقوق تطوير الاراضي الحكومية يشهد توسعا مستمرا خلال المرحلة الحالية لافتة الى ان الوزارة اطلقت حتى الان سبعة مشاريع من اجمالي ثمانية ويتم العمل حاليا على اعداد حزم جديد من المشاريع سيتم اطلاقها خلال المرحلة المقبلة